متابعين الكرام الحمد لله تم اكمال واطلاق تطبيق اخبار العراق الجديد يمكنكم تحميله من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف وايضا في اول تعليق واليكم طريقة التحميل بعد الدخول الى خانة التعليقات سوف تجدون هذا التعليق المثبت وهذا هو الرابط باللون الازرق عند الضغط على الرابط والان سوف تفتح لكم هذه الصفحة في اسفل الصفحة فتح في تطبيق متجر بلي عند الضغط عليها سيتم فتح التطبيق في متجر بلي ويمكنكم تثبيت التطبيق من هناك وايضا لا تنسون تقييمنا بخمس نجوم عن طريق الضغط على هذه النجوم وكتابة تجربتك عن هذا التطبيق ونشر هذا التعليق الرابط سوف يكون في صندوق الوصف ايضا في اول تعليق اخبار العراق اليوم والاحد 10-24-22 السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية محكمة استئناف الكرخ تطلق سراحة احمد مل طلال واياد الطائي اطلقت محكمة استئناف الكرخ اليوم الاحد سراحة الاعلامي احمد المل طلال والفنان اياد الطائي بضمان شخصية وذكرت المحكمة في بيانة انها اطلق السراحة الاعلامي احمد مل طلال والفنان اياد الطائي بضمان شخصية من جانبه قال محمد مل طلال أحد أفراد عائلة الإعلامي أحمد مل طلال إن المحكمة أصدرت قرارها بإطلاق سراح مل طلال وأضف أن الدعوة أغلقت بشكل نهائي شاكراً القضاء العراقي الذي يثبت في كل مناسبة عدالته واستقلاله أحدهما أصحاب العقود الرافدين يطلقوا سلفة العشرة ملايين لفئتين ويقرر إلغاء شرط الكفيلة أعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد عن إطلاق سلفة عشرة مليون للحجد الشعبية وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف أنه تقرر منح سلفة خمسة مليون وعشرة مليون إلى الحجد الشعبية لموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرنا وأشار إلى أن التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل المدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرنا وعلى الملاك الدائم أو كفيلين من منتسبي الحجد الشعبية لافتا إلى أن مدة السلفة خمسة سنوات ونسبة الفائدة خمسة بالمئة وتابع أنه تقرر منح سلفة خمسة مليون وعشرة مليون دينار لموظفي العقود الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين مبينا أن التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل الموظف المدني من موظفي الدولة موطن راتبه على المصرف حصرنا أو كفيلين من موظفي العقود وأضاف البيان أن مدة تزديد السلفة خمسة سنوات وبنسبة فائدة خمسة بالمئة ولفتا إلى أنه تقرر إلغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف خمسة مليون وعشرة مليون وبضمانة بطاقة الماستر كارد وأوضح أنه ما زاد عن عشرة مليون ولغاية خمسة وعشون مليون يكون بكفالة كفيل الموظف واحد أما ما زاد عن خمسة وعشون مليون لغاية خمسين مليون يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا على أن يغطي خمسون بالمئة من راتب مبلغ القسط والفائدة وتابع البيان أن المصرف قرر قبوله منتسب وزارتين الدفاع والداخلية لأنواع السلف والقروض كافة نقابة الفنانين تصدر قرارا صارما بحق فنانتين مثيرتين للجدل بينهما تيسير العراقية أصدرت نقابة الفنانين العراقيين قرارا صارما بحق فنانتين مثيرتين للجدل بينهما تيسير العراقية وقال إعلام النقابة إن عقوبات انضباطية صدرت من نقابة الفنانين العراقيين لإيناس الخالدي وتيسير العراقية نتيجة لمخالفتهم قواعد وسلوكيات العمل الفنية وأضف أن النقابة طالبت هيئة الإعلام والاهتصالات بإيقاف برنامج مار مارني توني بوصفه برنامج يسيء للفنان العراقي والجمهورة موجها له ثلاثة اتهامات الإطار التنسيقي يهاجم التحالف الثلاثية أكد عضو تحالف الفتح المنظوي في الإطار التنسيقي محمود الحياني أن التحالف الثلاثي هو من تسبب بتعطيل تشكيل الحكومة وليس الإطار التنسيقي وقال الحياني إن التحالف الثلاثي لم يتمكن من تحقيق الثلاثين في جلسة اختيار الرئيس الجمهورية ومع ذلك يرفض الحوار مع الإطار وأضاف أن التحالف الثلاثي هو من تسبب بتعطيل تشكيل الحكومة كونه لا يستطيع الذهاب إلى تشكيل الحكومة منفردا ولا يقبل بدخول الإطار فيها وتابع الحياني أن التحالف الثلاثي تسبب بتصدع البيت الشيعية وأيضا تصدع البيت الكردية من خلال رفض مرشح الاتحاد الوطني الذي هو من استحقاق الحزبة وفق اتفاقات الأحزاب الكردية الرافدين يصدر توضيحا بشأن فوائد قروض شراء دار سكان أصدر مصرف الرافدين توضيحا بشأن فوائد قروض شراء دار سكان وقال المصرف في بيانة إن حجم قروض السكان هي 150 مليون دينار وبفائدة 4% وأضاف أن ترويج معاملة قرض شراء دار سكان عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات بشرة سارة للتجار تخص المواد الغذائية الممنوعة من الاستيراد أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي أنه سيكون هناك فترة سماح لاستيراد المواد الغذائية الممنوعة من الاستيراد وقال الخزعلي أن هناك تواصل مستمر مع هيئة المنافذ الحدودية لمتابعة حركة المنافذ لاسيما منفذ الشلامت الحدودي وأشار إلى أنه تم الاتصال بوزير الزراعة والسماح لكل تاجر باستيراد خمسة ألاف طن من المواد الغذائية الأربعة الطماطم الباذنجان البطاطا والخيارة وبين أنه يأمل أن تكون فترة السماح لمدة ثلاثة أشهر كافية لتسهم بالخفاض الأسعار ودع الخزعلي التجار من أهالي البصرة بالتوجه لمكتب الوزير بشكل مباشر وبدون معقبين لمنحهم الموافقات لإجازات الاستيراد لدخول هذه المواد وأكد أن هناك متابعة مع هيئة المنافذ للتنسيق مع الجانب الإيراني لنقل ساحة التبادل التجاري مناصفة آملا أن تكتمل الإجراءات بأقرب وقته بما يعود بالنفع على الواقع الاقتصادي لمحافظة البصرة المالية تؤكد تضمين فقرة تثبيت الأجور اليومية في موازنة 2022 أكدت وزارة المالية تضمين فقرة تثبيت الأجور اليومية في موازنة 2022 وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيانه أن الوزارة المالية تؤكد تضمين فقرة تثبيت الأجور اليومية وفق قرار 192 ضمن فقرة موازنة 2022 مقرب من الصدر يكشف عن اول تعليق لزعيمه بدخول الامريكان في التاسع من نيسان كشف جابر الخفاجي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتل الصدر اول تعليق لزعيمه بخصوص دخول الامريكان في التاسع من نيسان وقال الخفاجي عبر تويتر منذ اليوم الاول لدخول القوات الامريكية للعراق كان قرار الصدر أنها قوات احتلالة وغير مرحب بها وسوف يندم الجميع بعد الفرح بدخولها وهذا ما سمعته منه موجة ترابية جديدة يوم ثلاثاء في العراق توقعت المتنبئ الجوي إسراء عمر عن دخول العراق بموجات غبار جديدة من يوم ثلاثاء المقبلة